أعلنت وزارة الدخلية موصلة مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان 20-23 مع الدفع بسيارات منتظمة ومنظومة أمان لطرح السلع الغذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة علشان نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة كلنا واحد خلونا نتابع هذا التقرير مع حضراتكم تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي أعلنت الوزارة استمرار فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع قبرى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1056 فرعا موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وجاء مد فترة المبادرة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة السلع كلها متوفرة بشكل كبير جدا المنتجات كلها متوفرة في كل الفروع مش فرع واحد بس ودي يعني نشكل فيها سلطة رئيس جدا ما هو خلال نشارك في حاجة زي كده معي كل السلع موجودة الحمد لله يعني كل اللي بحتاجه بلقيه هناه متوفر بصراحة في المكان كل حاجة والأسعار كمان كويسة هنا في ظل أزمة عالمية بتأثر على العالم كله ومؤثرها برضو على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بس المنتجات متوفرة وأسعارها كويسة مبادرة كلنا واحد يعني كويسة جدا ما شاء الله بنشكر رساد الرئيس وزارة الداخلية على توفر السلع والمنتجات في الأسواق شكرا يا رئيس انك في ظل غلاء الأسعار في العالم كله حضراتك موفر لنا مبادرة زي مبادرة كلنا واحد الأسعار فيها في متناول الجميع ألف شكرا رئيس ودائما داعم لنا ربنا يخليك لنا ولضمان توفير مزيد من السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة في إطار المبادرة أقامت وزارة الداخلية بالتنسك مع كبار التجار والمواردين عددا من الشوادر الرئيسية بالشوارع والميادين تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة وحرصا من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المباركة شاركت الوزارة ومن خلال منظومة أمان في معرض أهلا رمضان بسلع متنوعة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة حيث شاهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء مستفيدين من تلك التخفيضات كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه المعارض أنا جيت النهاردة لمعرض أهلا رمضان لقيت الأسعار حلوة جدا ورخيصة عن برا وكل حاجة متوفرة زيت سكر رز مقارونة عسل كل حاجة الأسعار كانت حلوة بزيادة بأمانة وأرخص أسعار كانت هنا بأمانة سكر الرئيس وشكر مزارة الداخلية شعبه وقيادة وشرطة إحنا وكل فرق حبك علينا بلدي فرق ونبقى جنبك للنهار كما تقوم منظومة أمان بطرح كميات كبيرة من السلع عبر منافذها المتحركة الموجودة بالشوارع والميادين على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة إضافة إلى توفر السلع في 1026 منفذا سابتا ومتحركا تابعا للمنظومة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما قامت منظومة وأمان بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين جهود اجتماعية تبدلها وزارة الداخلية من عجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع فكانت المساهمة الفاعلة من الوزارة بتوفير هذه السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة اشتركوا في القناة